وللنقاش حول هذه النقاط ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والبحث السياسي شوقي عبد العظيم أهلا بك سيد شوقي يعني ما جدوى الحوار في ظل غياب تام لكافة القوى الأساسية الفاعلة في الشارع مثلا لجان المقاومة تجمع المهنيين قوى الحرية والتغيير وأيضا الأحزاب السياسية الكبرى سيد شوقي نعم يجعل هذا الحوار بلا جدوى في حقيقة الأمر والحوار لا يفضي إلى معالجة الأزمة الحقيقية والإشكال الحقيقي في السودان لأنه لم يشمل هؤلاء الذين رفضوا الحوار وهم في حقيقة الأمر هم المؤثرين في الشارع السوداني وهذه الاحتجاجات ضد العسكريين تقودها لجان المقاومة والحرية والتغيير والأحزاب الكبرى التي قاطعت هذا الحوار والمقاطعة جاءت رفضا للطريقة التي تعامد بها الآلية الدعوة المفتوحة لجميع المدنيين حتى الذين كانوا هم جزء من الانقلاب العسكري تم دعوتهم لهذا الحوار والذين كانوا مع النظام البائد أيضا تمت دعوتهم لهذا الحوار كأنهم مدنيين فإغراق المشهد السياسي بمدنيين لا علاقة لهم بالأزمة هو الذي جعل الحرية والتغيير تنسحب إضافة إلى الشروط والبيئة التي كانت يجب أن تتوفر من العنف المفرط في التعامل مع المحتجين والقتل بالرصاص وكثير من الأشياء الآن مرفوضة وحالة الطوارئ التي رفعت ولكن تم حتى الآن تنفيذها بطريقة ملتوية كل ذلك أدى إلى امتناع الحرية والتغيير عن المشاركة في هذا الحوار وبذلك سيكون لا جدوى له ولن يحقق أي نتائج على الأرض أيضا تستغرب هذه الأطراف بدء الحوار دون برنامج واضح أو تحديد للأطراف المشاركة فيه أيضا سيد شوقي نعم هناك ارتباك شديد للآلية دعني أقول بصراحة منذ أن تدخل الاتحاد الأفريقي في عمل الآلية السلاسية التي كانت قبل أن تكون آلية سلاسية كانت تقودها بحثة الأمم المتحدة برئاسة فولكار بيتريس وكانت لديها منهجية واضحة جدا في تحديد نقاط الخلاف ونقاط الاتفاق بين الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري أو العسكريين الذين قاموا من قبل 25 أكتوبر ثم أغلغت العملية بأسيرين بآخرين وفقدت حتى هذه الطريقة التي تحدد نقاط الخلاف والاتفاق هذا عدى إلى تأخيره لهذه العملية ثم اضطرت الآلية السلاسية لإعلان موعد لهذا الحوار المباشر والآن أعتقد أنه رفض بشكل كبير وحتى المبعوث الاتحاد الأفريقي محمد ودلبات قال ذلك صراحة اليوم أن هذه الطريقة لن توصل إلى حل وأعتقد أننا سنعود إلى المربع الذي طالبت به الحرية والتغيير تحدد المدنيين وظلوا العسكريين وتلاعبوا بهذه اللقطة لكن سيد شوقي ما إمكانية وقدرة الآلية الثلاثية للضغط على المكون العسكري لتهيئة المناخ حقيقي للبدء بهذا الحوار يعني وقف عمليات الاعتقال يعني رفع حالة الطوارئ كما أشرت دون التواء هل يمكن الضغط من قبل المكون الثلاثي من قبل الآلية الثلاثية على المكون العسكري لتهيئة يعني مناخ أساسي لبدء حوار جهد الضغط مطلوب أولا من الحرية والتغيير نفسها ومن لجان المقاومة قبل الآلية الثلاثية الطريقة التي تمت اليوم أعتقد أنها ستكون لديها تأثيرات كبيرة على المكون العسكري إضافة إلى المواكب والاحتجاجات والمقاطعة التي أعلنها تعلذها القوى السياسية وإعلنتها لجان المقاومة من هنا يأتي الضغط الحقيقي إضافة إلى دور المجتمع الدولي قبل الآلية الثلاثية أيضا وما تفعله مساعدة وزيرة الخارجية في الشؤون الأفريقية مولي الآن الموجودة في الخرطوم لا لكن في ظل هذا الرفض سيد شوقي في دقيقة إذا سمحت في ظل هذا الرفض المستمر حتى تكون الظروف مهيئة ماذا تتوقع في أقل من دقيقة أتوقع مزيد من التظاهرات مزيد من الاحتجاجات في الشارع مزيد من الرفض للإنقلاب الذي تم في 25 أكتوبر مزيد من الرفض للمكون العسكري الذي يقبض بزمام الأمور أتوقع وحدة القوى السياسية أكثر مما كانت عليه وحدة القوى السياسية لجام مقاومة وحرية والتغيير وكل المفاعلين في المشهد السياسي سيتوحدوا أكثر من هذا الانقلاب طالما هم توحدوا في رفض الحوار الذي يضم مدنيين غير مرغوب فيهم في المشهد السياسي شوقي عبد العظيم الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لكسية شوقي